عشر سنوات مرت على حصار قطاع غزة الخانق وكل يوم يزداد الوضع فيه سوءا من النواحي كافة لا سيما الوضع الصحي بيان مشترك صادر عن منظمات حقوقية من بينها منظمتاء العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش قال إن انخفاض عدد التصاريح التي يصدرها الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين السعين للعلاج الطبي خارج غزة يظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء إغلاق قطاع غزة المستمر منذ أكثر من أحد عشر سنة وخلال عام 2017 وفقت سلطات الاحتلال على 54% فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية بحسب البيان وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع الأرقام العام 2008 فالفلسطينيون في غزة بحاجة إلى تصاريح إحالة الحصول على الرعاية الصحية الأكثر تقدما في القدس المحتلة وأماكن أخرى في الضفة الغربية ما لا يتوفر في القطاع لكن العراقيل التي يضعها الاحتلال والطلبات التعجيزية من المقابلات والأوراق والإجراءات غير الشفافة كذا العقبات اللوجستية تقف حائلا بين المرضى وعلاجهم العاجل وبسبب الحصار الصهيوني على غزة تخلف الفلسطينيون عن أحد عشر ألف موعد طبي على الأقل خلال العام 2017 بعد أن رفضت سلطات الاحتلال طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب وهو ما أدى إلى وفاة نحو أربعة وخمسين فلسطينيا فقط العام الماضي وعلى مدى العقدين الماضيين فرضت سلطات الاحتلال حصارا جويا وبحريا على غزة لحقه حصار بري عام 2007 أبقى على القطاع مغلقا في الغالب ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع في سياسة عقاب جماعي لأهالي القطاع وأمام هذا المشهد فإن قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانه تتلاشى تدريجيا إثن نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق ترجمة نانسي قنقر